يجوز أن يصلي شخص صلاة فرادة في مسجد تقام فيه الجماعة طبعا ليسويا هذا شقي واقعا شقي ليش لأنه هذا قاعد يحرم نفسه من ثواب عظيم يحرم نفسه من ثواب عظيم شايفنا للأسف الشديد نهتام بالقضايا المالية شوفه من وظيفة لوظيفة إلى ويش يبحث عن الأفضل لأكثر راتب لأكثر مميزات لكن في العبادة لا يهتام عندنا في الرواية ثواب صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة هذا اللي يضيع عليها الثواب مو شقي مو شقي وفي رواية أخرى من كبر من أدرك إذا أدرك المؤمن الإمام الإمام في تكبيرة الإحرام كان له ثواب ستين ألف حجة وعمرة إذا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وفي رواية أفضل من الدنيا وما فيها بسبعين مرة وإذا أدرك المؤمن الإمام في ركوع كان أفضل ممن يتصدق بمئة ألف دينار على المساكن بعد وإذا أدرك المؤمن الإمام في سجده كان له من الثواب أفضل أفضل من عتق مئة رقبة تشوف هالثواب العظيم لصلاة الجماعة ويجيك واحد للأسف والجماعة قائمة في المسجد ياخذ زاوية ويصلي فراته ويحرم نفسه منها الثواب العظيم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاته لا صلاته أو لا عذر لمن لم يصلي في جماعة المسلمين إلا من عله لا صلاته يعني مو معنى ما تقبل صلاته وإنما لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة فبالتالي هذا يزهد في الثواب هالعظيم هذا واقعا ما نقدر نقول عنه إنسان مؤمن الرواية بعض الروايات تقول بأنه جعلت الجماعة والاجتماع ليعرف ليعرف من يصلي ممن لا يصلي ممن يحفظ الواق أو يضيع شو نحن نعرف نشهد لبالصلاح إذا ما كان يشهد ويش الجماعة قعدنا بعض الروايات كراهية أن تتزوج من بنات شخص أبوهم ما يشهد الجماعة في كراها في كراها مو حرام لكنه مكروه فإذن هذا اللي يصلي في مسجد تقام فيه الجماعة ويصلي فراده إذا كانت صلاته فيها هتك لإمام الجماعة وتضعيف لصلاة الجماعة صلاته فيها أشكال ويعصى ويأثم يعصى ويأثم أنت ما تحب الصلي جماعة ما حد يجبرك هي مستحبة روح شوف لك مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة أو صلي كيفك هذا شأنك أما تجي وتشكك في إخوانك المؤمنين ويكون تكون صلاتك مدعاه لاتهام إمام الجماعة هذا مو من حقه هذا مو من حقك حقك أن تصلي الفرادة لكن مو من حقك أن تضعف صلاة الجماعة يابا ليش ما تصلي جماعة يقول والله إمام الجماعة ما يعجبني زين ما في في هالبلد إلا هالولد ما شاء الله المساجد كثر التي تقام فيها صلاة الجماعة كل هدول ما يعجبوك كل هدول ما يعجبوك يعني تريد الله سبحانه وتعالى ينزل عليك جبرائيل حتى تصلي صلاة الجماعة بإمامة جبرائيل عليه السلام ترى كل الناس فيهم الخير والبركة كل الناس فيهم الخير والبركة فواقعا هذا اللي يقوم بهذا الفعل شقي هذا الإنسان اللي يقوم بهذا الفعل شقي هو يعصى ويأثم ويضيع على روحه هالثواب العظيم